فعله النهاردة نتكلم عن نظام القضاء عند العرب قبل الإسلام وزي ما احنا عارفين العرب في نظام الحكم بتاعهم عرفوا نظام المدينة والدولة المدنية لكن كان نظام الحكم القبلي هو اللي غالب وهو اللي العرب كانوا بيسراحوا فيه أكتر علشان كده وإحنا بنتكلم عن نظام القضاء عند العرب قبل الإسلام هنتكلم كتير عن القضاء في النظام القبلي وشوي أصغرين عن القضاء في الدولة المدنية مبدئيا في النظام القبلي لم يكن يكون بالقضاء قاضي اللي بيقضي وبيحكم بين الناس هو فرد عادي بيستمدوا سلطته من التفويد الصادر إليه من أطراف الخصومة وأنهم قابلوا بحكم عليهم بس برضو كان فيه شوية شروط كده يجب أن تراعى في ذلك المحكم أولا لازم يكون هذا المحكم ملم بعادات وعراف القبيلة وده أكيد لأن الحكم في الأساس كان بيعتمد عليهم العداد والتقاليد والأعراف هي بمثابة القوانين اللي بيرجع لها المحكم علشان يصدر الحكم التاع والصفة الثانية هي العدل والأمانة أكيد مش هنحكم واحد ذنبت واسعة أصلا الخصوم مش هيرضوا به وأخيرا الفتنة والذكاء إحنا مش هنجيب واحد ما بيفهمش علشان نحكمه في موضوع هنقعد نفاهمه له سنة طيب إيه خطوات تعيين المحكم هو في البداية واحد من الخصوم بيقترح اسمه معين والخصم التاني يأما يوافق أو يرفض لو وافق يبقى المحكم تعيين ولو اعترض يبقى يدوره على واحد تاني والمحكم كمان ممكن أنه يرفض التحكيم أو يقبله مش معنى أنه الخصوم اختاره محكم معين أنه يتعين بالعافية هو كمان بيكون ليراج يحكم ما بين الخصوم أو لا وممكن كمان أنه يفوض حد تاني علشان يحكم في المسألة إنقاذ للخصوم ذلك طب إيه هو بقى اختصاص التحكيم ويقصد بالاختصاص هنا لاختصاص المكاني والنوعي في الحقيقة لاختصاص النوعي للتحكيم بيشمل كل حاجة دعوة المدنية على العقود والاتفاقات التجارية زواج طلاق وكمان الدعوة الجنائية مما يشمله ذلك من قتل وضرب واعتداء وكمان كان فيه دعوة غير اعتيادية زي أن اتنين يتخنقوا ويحكموا واحد ما بينهم أيهم أكثر شرفا في القبيلة أو أيهم أكثر كرما كده يعني وساعات كمان الخلاف بيكون ما بين قابلتي فبيكون المحكم أشبه بالقاضي الدولي الذي يحكم في الخلاف ما بين الدول فيه كمان الاختصاص المكاني يعني المكان اللي بتنعقد فيه المحكمة وفي الحقيقة المحكمة ممكن تنعقد في أي حتة في بيت المحكم أو في السوق أو في أحد المعابد ودائما ما كان التحكيم ما بيتم بشكل علني يعني كل الجمهور ممكن يحضر التحكيم ويتابع الحكم وطبعا ممكن اتنين من نفس القبيلة يختلفوا وفي هذه الحالة ممكن يعينه حكم من القبيلة بتاعتهم أو لو كان الموضوع حساس وبيمس أطراف كتير ممكن يكون الحكم من قبيلة تانية لضمان حياده سؤال هل المحكم ده بيتدفع له أجر؟ في أحوال المحكم نفسه بيرفض أن يتدفع له أي حاجة لأن اللي بيتم اختياره كمحكم ده بيتم اختياره بنهن على معايير كتير أوي زي ما شفنا وذا بيكون اعتراف لي من بني قومه وبني قابلته إنه هو الأفضل والأحكم والأغنى وهو بالفعل بيكون مش محتاج فروس وهو أغني أصلا بس في حالة تانية كمان المحكم بيطلق فيها فروس وكمان ممكن يبالغ في طلب الأجرى بتاعه وإن لم يوفر له الخصوم الأجرى فلن يقوم بالتحكيم بينهما وعلى فكرة الوضع كما هو عليه الحال دلوقتي اللي يخسر دعواه هو من يدفع أجر المحكم أما عن نظام الإذات في القضاء القبلي فكان بيعتمد على حدة وسائل وطن على سبيل المثال إن البينة على من ادعى واليمين على من أنقر وبيعتمد كده على الشهادة والقسامة واليمين وطبعا كلها وسائل أخرى الإسلام ويتم التعامل بها حتى الآن نيجي بقى للدول العربية المدنية كانت بتعتمد تلك الدول في الحكم بين الناس على القضاء بمعناها المعروف يوجد خاضي عام في كل ناحية من نواحي الدولة بيحكم بين الناس وكان بيتم إصدار الحكم باسم الإله وعادة ما كان اسمه هذا الإله والد ومع ذلك مسألة التنفيذ بتاعت الحكم لم تكن تترك للمحكم ضده ينفذ بقى أو مينفذش؟ لا كان هنا التنفيذ بيتم من خلال السلطة التنفيذية في الدولة إلا بتنفذ الحكم وبتطبق ما انتهى إليه القاضي ومع ذلك كان نظام التحكيم برضو موجود في الدول العربية المدنية وذلك انترضاه أطراف الخصومة لكن القضاء بمعناه المعروف كان هو النظام للولاية العامة للحكم بين الناس بشكرك على مشاهدة الفيديو حتى نهايته لو استفدت منه اعمل لايك وشيره مع أي حد مهتم بالمجال القانوني واكتب لي في الكومنت عن أي سؤال قانوني ييجي في بالك أو أي موضوع تاني انت عايزني أشرحه أشوفكم في الفيديو اللي جاي ترجمة نانسي قنقر